مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم السلام عليكم ورحمة الله أنا أتوقع دائما أني أخاطب أفراد لا أخاطب مجتمعات نظرا لصعوبة الظروف الموجودة حاليا في سوريا ونظرا لتغير الحياة الاجتماعية في كل مكان على الكرة الأرضية وانشغال الناس فلما آتي بنصيحة أو بفكرة أو بأي موضوع أفترض أنه من الصعب أن أعطيه لمجتمع ليقوم به بالاتفاق وبالتعاون ليس بسبب قلة الترابط الاجتماعي وإنما بسبب صعوبة الترابط الاجتماعي ولذلك أخاطب دائما الفرد أحاول أن أشحذ الفاعلية والهمة في ذلك الإنسان هلأ لما أنا قرأت عن المصلحين وعن العظماء وعن المبدعين في هذا العالم وجدت أنهم أفراد يعني وجدت أنه الذي يقوم بالأمم يكون أحيانا فرد أو فردين أو ثلاثة أفراد هي الحقيقة ظاهرة ملفتة للنظر قد يعجب منها الإنسان لأنه يتوقع أن المؤسسات والشركات وهذه الأشياء هي التي تقوم دائما بالعمل وتقدم النجاح للأمة بما تتعاون به يعني المؤسسات تتعاون معا فتستطيع إنجاز ذلك العمل ولكن الذي يفكر في هذا العمل يكون على الأغلب العقل الكبير المدبر أنا لا أتحدث الآن عن المنفذين وإنما أتحدث عن الذين يفكرون ويخططون ويقومون بالعمل فالذي يستطيع إصلاح هذه الأمة هم أفراد قلائد ينهضون بالأمة قد تعجبون من قولي ولكن تعالوا لنفكر من الذي هدى الأمام وعمل الحضارات الكبيرة جدا الأنبياء الأنبياء كانوا بشرا وكانوا فرادا كان على الأغلب يبعث النبي الواحد إلى الأمة الواحدة في أحيان قليلة كان يكون في نفس الفترة نبيين أو أكثر فكان هذا النبي يقوم بالدعوة ويتحمل أعباءها ويدعو الناس ويوفر لهم كل شيء كان شخصا واحدا قد تقولون هؤلاء أنبياء ولهم خصوصية خاصة ونحن البشر لا نستطيع أن نكون مثلهم ولكن في الحقيقة حتى لما ذهب الأنبياء من الذي بقي بعدهم في تاريخنا لو قرأنا نجد أيضا العظماء أسماء قليلة جدا هي التي تابعت المسيرة رغم كسرة عدد المنتمين إلى الدعوات الكبيرة رغم إيمانهم رغم قدرتهم على القيادة كان الذين قاموا بهذه الأعمال أفراد قلائد فنحن نحتاج الآن إلى هؤلاء الأفراد القلائد خاصة مع صعوبة الظروف يعني يجب أن لا نقول أنه والله أنه نحتاج الآن إلى مدارس نحتاج إلى جامعات نحتاج إلى تخريج النخبة نحتاج إلى اختيار الطالب المبدع هكذا سوف تصعب الأمور علينا كثيرا لكن لو حاولنا التفكير من هذه الناحية الأخرى أن الذي يصنع المجتمع هم الأفراد يعني نحن الآن لو نصلح المجتمعات ماذا نفعل؟ نبدأ بالأفراد نهتم بالأفراد نولي الأفراد العناية نعطيهم التعليم نحاول أن نطور مهاراتهم وأن نعطيهم الإبداع بنفس الوقت من الذي سيقوم بهذا العمل؟ سيقوم على هذا العمل أفراد متميزون ناجحون عندهم القدرة على القيادة فنحن نريد هؤلاء القادة نريد أن نصنعهم لكي نستطيع أن نسير بالمجتمع إلى الصلاح من عجائب الأمور أن هؤلاء القلائل عندما يشتهرون يندفع الناس وراءهم يعني مجرد أن نصنع ذلك الشخص المبدع نستطيع أن نقود المجتمع بكل يسر وسلاسة لما قرأت في تحليل الشخصيات استغربت أن أكثر الناس يحبون الإنقيات هم يظنون في أنفسهم القوة والقدرة وأنهم لا يتأثرون بأي أحد ويستطيعون أن يكونوا شخصيات قائمة بذاتها ولكن لما تعرضوا إلى العيش في المجتمعات الكبيرة كانوا في أغلب الأحيان منقادين منقادين في الأفكار ومنقادين في اللباس ومنقادين في طريقة الطعام ومنقادين في العادات وفي التقاليد وطالما نسمع ماذا سيقول الناس عننا وكيف نتصرف بهذه الطريقة والناس كلهم لا يفعلون هذا فنحن المجتمعات تحكمنا بطريقة غير طبيعية فلما نأتي بهذا الشخص المبدع الذي نجعله يكسب ثقة الناس ونجعله يقودهم إلى الخير يحمل فكرة معينة ويبدأ ينشرها بين الناس فكون الناس يحبون التبعية هو بالأول نحن نعتبره سلبية لكن الآن لو أردنا أن نأتي بذلك الرجل المصلح ستصبح هذه السلبية إيجابية بالنسبة لنا لاحظنا هذا في عدد من الدعاء الذين اشتهروا في هذا القرن منهم أحد الدعاء لا أريد أنا أن أذكر اسمه لكي لا أجعل له شهرة ولكنه لما صنع خطة للناس وجعل لها جسما واضحا وخطوات مرتبة تبيعه كثير من الناس هذا الداعي الآن تنحى وأفل نجمه ولكن ما زلت حتى اليوم أجد أتباعه يتكلمون عن الأثر الذي صنعه في المجتمعات فانظروا لشخص واحد ماذا صنع في مجتمعاتنا الكبيرة لقد استطاع بأفكاره البسيطة هذه أن يصل إلى كل بيت وصل إلى كل المجتمعات على اختلافها جعل الناس يرجعون إلى القيم وإلى الأصول الصحيحة في التعامل بعضهم مع بعض لقد جعل الناس يعيدون الأموال التي أخذوها من سنوات جعل الناس الذين لا يبرون آباءهم يرجعون إلى البر مرة أخرى جعل الناس الذين لا يقيمون العبادات بطريقة صحيحة أن يرجعوا إلى إقامتها أجمل شيء فعله أنه أرجع التكافل فيما بينهم فكيف استطاع هذا الشخص الواحد أن يصنع هذه الأشياء الكثيرة لقد استطاع ذلك بقوة القيادة استطاع ذلك بأنه عرف كيف يتكلم مع الناس وكيف يصل إلى قلوبهم هذا يحتاج إلى قدر من الجاه قدر من المال يحتاج إلى قدر يمكن من الجمال والسمت الحسن ربما ولكنه يعتمد أيضا على شخصية الإنسان نفسه يعني الإنسان حينما يطور علمه وحينما يطور شخصيته بالطريقة الجديدة التي تعلمناها الآن في الدورات قد يستطيع هو الآخر أن يصل إلى قلوب الناس ويستطيع أن يقودهم بهذه الطريقة الجميلة إلى الخير فيساهم في صلاح المجتمعات في هذا الزمن الذي أصبح الفساد فيه كبيرا ومنتشرا بطريقة غير طبيعية ويحتاج أيضا هذا الإنسان إلى شيء مهم جدا هو الإنسانية إذا لم يكن متحليا بها فإنه لن يستطيع أن يصل إلى قلوب الناس وأن يساهم في هذا الإصلاح فهذه هي الأشياء المهمة أشياء موجودة في أصل الشخصية أشياء يستطيع الإنسان أن يأخذها بالكسب وأشياء روحية نفسية التي هي الرحمة والإنسانية والحرص على الخير للجميع ولكي تتضح هذه الفكرة التي أطرحها سأضرب مثلا بشخص مشهور ومعروف أنا اخترته فقط لأنه مشهور ومعروف ولا يوجد أي أحد لم يسمع عنه أم يعرفه هو غاندي هلأ غاندي كيف استطاع أن يقود أمة كاملة وهو شخص واحد أنا اهتممت بحياته لكي أأخذ منها فقط العبر يعني أنا لا يهمني غاندي كشخص أو ماذا فعل لبلد مثل الهند لكن يهمني كقائد استطاع أن يقود ثورة سلمية ويحصل منها على نتائج لما قرأت قصة حياته لفت نظري فيها كيف تطورت شخصيته حتى وصلت إلى هذا التصميم فقرأت عنه وجدت أنه في شخصيته الإنسانية التي قلت أنا عنها ووجدت في شخصيته شيئا آخر جميلا جدا هو الزهد الإنسان الذي يقود الأمة يجب أن يكون زاهدا يعني ليست له أي تطلعات ليست في داخلها أي تأنانية يريد الخير للناس ولا يفكر بنفسه لكي يصل فيما بعد إلى مكاسب شخصية وجدت أيضا في شخصيته الإباء وعزة النفس لما قرأت قصته وكيف تنبه إلى الاضطهاد مما دفعوا إلى أن يكون مناضلا كان موجودا في الهند وفي يوم من الأيام احتاج للركوب في القطار فدفع سمن التذكرة وكان متأنقا لأنه كان محاميا وركب في الدرجة الأولى لم يكن غاندي يعلم أنه في تمييز عنصري في المكان الموجود به في جنوب أفريقيا فظن أنه الأمور عادية طبيعية قطع التذكرة وركب في القطار بلغ عنه أحد البيض الذين يتسمون بالعنصرية لأنه من ممنوع أن يركب هو مع أولئك البيض الذين من طبقة أخرى فلما وصل إلى المحطة أنزلوه بكل إهانة ولم يهتموا بمظهر المحترم الأنيق وأشبعوه من الكلمات غير المناسبة فشعر هو بالإهانة وتحركت عنده عزة النفس هذه الحادثة البسيطة التي أحيانا تدفع بعض الناس إلى الإحباط كما يحدث في عالمنا العربي لما يتعرض الإنسان العربي أو الإنسان المسلم إلى المهانة ماذا يفعل؟ يتقبل هذا الشيء ويقول لنفسه أنه أنا سأنتمي إلى ذلك العالم الذي ازدراني لكي أصبح شخصا مهما لكن الجميل في هذا الشخص غاندي أنه شعر بعزة النفس ومن هنا ومن هذه الحادثة انطلق وبدأ في ثورته السلمية ومن محاسن الصدف أو مساوئها لا أدري أنه كان قد قرأ كتاب تولستوي كان يقرأ له فاقتنع بفكرة السلام وعدم العنف فقرر أن تكون ثورته ثورة هادئة سلمية ليس فيها أي عنف على الإطلاق واستمر بهذا حتى استطاع أن يصل إلى بؤيته من الجميل أيضا في هذا الشخص طبعا أنا أريد العبر لا أمتدح ولا أذم أريد أن أصل إلى هذه الفوائد الجميلة لكي تستفيد منها الثورات في مسيرتها لما حمل القضية حمل مجموعة من القضايا بدأ أولا بحقوق المظلومين فبدأ يفكر بالعمال يفكر بالفلاحين لكن بعد ذلك الإنسان الذي يحمل قضية يتطور هذا الشيء عنده فبدأ يفكر بقضايا المرأة رأى أن المرأة مظلومة فجعلها قضيته وبدأ ينافح عنها رأى أشياء أخرى فبقيت القضايا تتراكم عنده حتى أصبح صاحب قضية وطنية كبيرة يدافع عنها وينافح عنها لكن لأجل التاريخ يجب أن أسرد هذه الفائدة الصغيرة أن غاندي اعترف أن السلمية لا تنفع إلا مع الدول التي يكون عندها بقايا من ضمير أو من إنسانية فهذه الدول التي تنفع معها السلمية وتؤتي أقولها وتجعل الثورة تنتصر لكن الدول التي تبطش وتقتل لا يمكن أن يصل الإنسان معها إلى السلمية إذا استمر بهذه الطريقة أضرب أيضا مثلا بشخص آخر مشهور كمان أنا بس أريد أن أخذ العبار هو جمال الدين الأفغاني طبعا هذا تضاربت الأقوال حوله كثيرا أنه هل هو شيعي أنا لا يهمني هذا ولكن يهمني بما أنه في سوريا حرب كيف جمال الدين الأفغاني حمل هذه الأفكار وأصبح مفكرا من سيرة حياته قالوا أنه انتم إلى القتال وكان في العشرينيات من عمره فلما قاتل يقول أنه أخذ خبرة كبيرة جدا كانت زادا له في حياته وفي أفكاره وفي كتاباته فالآن الذي نظنه شرا في الثورة السورية قد يكون خير لكثير من الشباب لأني قرأت أيضا قولا آخر لهتلر يقول أن الحرب تعطي الإنسان أعظم خبرة ممكن أن يأخذها من أي تجربة تمر عليه في حياته طبعا نحن لا نحب الحرب نحن لا نريد الحرب الحرب شيء سيء وهي عبارة عن دمار ويتضرر الشعوب منها كثيرا ولكن ما دامت قائمة فعلينا أن نحول السلبيات إلى أشياء إيجابية يستفيد منها الإنسان في حياته فيقول جمال الدين الأفغاني أنه استفاد كثيرا من هذه الحرب وأهم أن شخصيته تطورت فتعلم على الجرأة والشجاعة ونبذ الخوف وبعد هذه الحرب بدأ يسأل عن الأسباب وتعرف على الناس وخاصة أنه كان من أسرة لها وجاهتها ولها مكانتها في المجتمع فبدأ يتعرف على الإنجليز تعرف على طرقهم في احتلال البلاد عن الأساليب الخبيثة التي يستخدمونها كل ذلك أسراه وأعطاه قوة ليعرف كيف يكتب عنهم وكيف ينبه الناس إلى أخطائهم فكانت الرسالة الأساسية التي حملها هو فضح هؤلاء الإنجليز وتبيان خطرهم على المجتمعات والطرق التي يستعملونها لكي يسيطروا على موارد الشعوب يا ترى هل نستطيع نحن الآن بعد أن وجدنا أن العالم كله ضدنا وكله ضد الشعوب ضد الشعوب ليس فقط سياسيا ضد الشعوب في لقمتها وفي قوتها يعني الآن ماذا تخسر الدول الغربية لو عملت فقط حظر جوي لا نريد منها الآن أكثر من ذلك الشعب السوري يستطيع أن يعيش وأن يستفيد من خيرات الولاد وأن يدبر نفسه لو كان في حظر جوي فبما أنه علمنا الآن أن العالم كله ضدنا الدول الصديقة قليلة جدا فهل اعتبرنا هل صنعنا مثل جمال الدين الأفغاني وبدأنا ننبه إلى هذه الدول إلى أخطارها علينا هل بدأنا نقاطعها اقتصاديا هل إذا كان السوري الموجود في الداخل قد لا يستطيع ذلك ألا يستطيع السوريون الموجودون في الخارج أن يقوموا بهذا الشيء البسيط أن يقاطعوا اقتصاديا أن ينبهوا العالم ينبهوا البلاد الأخرى إلى خطر هذه الدول لأنه كما قلنا قبل الآن السياسي أصبحت تدخل في كل شيء لو نحن الآن نسينا المواقف السياسية نحن نريد المواقف الاجتماعية المواقف التي لها علاقة بالعمل والبطالة والثقافة الاجتماعية اللغة القدرة على أن يعيش الإنسان في وطن ونحن أصبحنا الآن لا نستطيع الحياة في أوطاننا حتى الأوطان الآمنة المطمئنة فيها مشكلات المحسوبيات مشكلة الواسطات فأصبح الإنسان يتنقل من بلد إلى بلد في بلده لا يجد الأنصاف يخرج خارج بلده فيجد البلد الأخرى هي نفسها عندها مشكلات أخرى فلا يستطيع أن ينتمي إليها فيجب الآن أن نحمل هذه الرسالة أن ننبه إلى الأخطار الخارجية التي أصبح تهدد وجود كل إنسان في هذه الدنيا أينما كان يعيش الفرد القادر على إصلاح الأمة يحتاج فقط إلى أن يطور شخصيته وأن تكون عنده الثقة في نفسه فيبدأ بمن حوله ويحاول بالإصلاح الشيء الذي لاحظت على هذه الشخصيات المصلحة كلها أن لها خلفية دينية حتى غاندي لما قاد الأمة كانت له خلفية مسيحية قوية جدا كان عنده علم بالإنجيل وقرأ في أشياء كثيرة فاستطاعت أن تشكل له قاعدة صلبة ينطلق منها كذلك بقية المفكرين والعلماء وكانت لهم أيضا هذه القاعدة لكن الآن قد يكون من الصعب في مجتمع مثل المجتمع السوري يعاني من الصعوبات وعدم وجود التوفر الكتب وعدم توفر الإنترنت وعدم توفر الكهرباء أن يحصل على هذه الكتب فماذا يصنع وكيف يستطيع أن يطور نفسه؟ يستطيع أن يطور نفسه عن طريق المعلومات القليلة هلأ لا يوجد أي إنسان لا يعلم ما هو الصح وما هو الخطأ ولما نأتي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحن نقصد بها الأشياء الواضحة كل الناس تعرف ما هي الأشياء السيئة وكل الناس تعرف ما هي الأشياء الحسنة فإذا كنا نعرفها فكيف سنأمر بها؟ سنأمر بها لأن بعض الناس يمكن أن يكون عندهم جهل بعض الناس يمكن أن يكون عندهم حب للشهوة أو للوصول أو للتسلط لو نحن لحقنا هؤلاء الناس وأوقفناهم عند حدودهم ممكن أن تنتهي المصيبة باكرا وتتحسن الأمور وكل إنسان عندنا في الشرع تعلم مسألة واحدة يستطيع أن ينقلها إلى الناس ولكن إذا جلصنا ننتظر ذلك العالم أو الداعية حتى يأتي فقد لا نجده أصلا لو انتظرنا حتى الإنسان يمتلئ علما ويصبح سلوكه موافقا لما يقوله فكما تصعب الأمور وسوف تزداد المجتمعات فسادا لأن الفساد أسرع من التعليم الذي نبحث عنه فنطلب من كل إنسان يقوم بهذا الدور أن يكون عنده قسم من العلم لكن الشيء الذي أبحث عنه وأبتغيه أن نبحث عن النابغين نحن الآن لا نحتاج لعالم بقدر ما نحتاج للإنسان المفكر هلأ العالم يعرف المسائل القديمة الموجودة الموجودة عادي لكن المجتمع السوري أصبحت عنده مئة قضية جديدة تحتاج إلى حل تأتي الآن الاستفتاءات تأتي المشورات تأتي الأسئلة من الداخل لا يستطيع الناس أن يجدوا لها إجابة لأنها أحيانا لا تتعلق بأي شيء ليس لها علاقة بالفقه وليس لها علاقة بالناحية لا هي علاقة فقط بالأولويات والموازنات هذه من يستطيع أن يقوم بها سوى الإنسان العاقل والإنسان العميق الذي عنده قدر من العلم وعنده قدر أكبر من الإبداع المؤسسات الحديثة من أجل هذا أصبحت دائما تبحث عن المبدعين لأن المبدعين هم الذين لهم الدور الكبير في هذه المجتمعات فأنصح المجتمع السوري أينما كان سواء في المناطق المحاصرة أو في المناطق اللاجئين أو في المناطق التي يحتلها النظام أن يبحث عن هؤلاء المبدعين ويستفيد من خبراتهم أو في حل آخر أنه نبحث عن الناس المشهورين المعروفين المتعاطفين مع القضية السورية ونحاول الاستفادة من خبراتهم بأن يتكلموا في الموضوعات الخاصة بنا لأن الناس سوف تتبعهم يعني أي مرض اجتماعي موجود نحاول بطريقة ما أن نصل لهؤلاء المشهورين لكي يتحدثوا عنه فساعتها سوف نضمن أن يستجيب الناس لهم وينصاعوا إليهم هؤلاء المشهورين لهم تأثير كبير في المجتمع غير متوقع أحيانا أدخل إلى صفحاتهم فأجد أن هذا الإنسان المشهور كتب بسم الله الرحمن الرحيم أو كتب فقط كلمة السلام عليكم بعد ساعة واحدة من الزمن أجد ثلاثة آلاف مشاركة وعشرة آلاف إعجاب طب يعني ماذا تفيد كلمة السلام عليكم في عالم الآن في حالة من الفوضى ويحتاج إلى النصيحة يحتاج إلى أمور كثيرة فشوفوا إلى الأسر الرائع فماذا لو كتب هذا الرجل حكمة معينة أو نصيحة أو إرشاد أو توجيه تربوي ليكون سطرا واحدا ليكون كل يوم كل يوم شيئا واحدا ألن يؤدي إلى إصلاح المجتمع حتما سيؤدي ويؤدي فائدة كبيرة جدا فإن لم يتجاوب معنا هؤلاء دعونا نحن الآن نكتشف وجوه جديدة ونلمعها ونجعل لها شعبية كبيرة ونستفيد منها في الإصلاح حين نستقطب الناس حولها ولكن يجب أن نحسن الاختيار لكي لا نختاره شخصا خاطئا ولقد قرأت في كتاب اسمه سر تطور الأمم عن هذه المعلومة وأثر الشخص الواحد في إدارة المجتمع فيقول هذا الكتاب أنه نحن نظن المجتمعات المتقدمة المتطورة حتى المجتمعات الأوروبية التي نحترمها الآن أو المجتمع الياباني نظن أنه مجتمع متميز يقوم على ناس كثير متميزين متفردين بعبقريتهم وبعقلهم لكن لو دخلنا إلى داخل هالمجتمعات نجد أنه فئة قليلة جدا من المبدعين هي التي تقود هذه المجتمعات وهي التي أخذتها إلى هذا التطور وإلى هذه الروعة التي جعلت الجميع يعترف بها ويشيد بها ويحترمها ويتمنى أن يكون على طريقتها يقول أنه نحن الآن قد نعترف بالمكتشف قد نسر منه الكهرباء وفرت لنا الكثير من الأشياء ولكن الذي على بهذه المجتمعات أكثر هو ذلك المبدع وذلك المفكر الذي نبحث نحن عنه الآن والذين احتاجوا ويقول أنه للأسف هذا نفس الكتاب المترجم أنه للأسف في بلادنا العربية أكثر ما يستهين الناس والحكام يستهينون بهذا الإنسان المبدع أما الحكام فلأنهم يعرفون أثره السلبي عليهم فيحاربونه لا يريدون منه أن يؤدي إلى توعية الأمة وأما الشعب فلأنهم لا يقتنعون بهذا المبدع لأنه سبق زمانه فيجدونه خطرا عليهم فيحاولون التقليل من شأنه ويحاولون إبعاد عن المجتمع ونبذه فإما يقتلون عنده هذا الإبداع الذي كنا سوف نستفيد منه كثيرا أو يؤدون به إلى أن يسافر إلى الدول الخارجية فتستفيد منه أمريكا أو أي دولة أخرى تحاربنا في علمه وفي فائدته عليها ونخسر نحن هذا الإنسان من ضمن الأشياء التي وجدتها تجمع هؤلاء الذين تفوقوا الوعي كان أكثر ما صنعوا هو توعية الشعوب نحن الآن نرى الدعاء والشيوخ وينقلون إلينا العلم ما زالوا حتى الآن يخوضون في المسائل الشرعية يخوضون في المسائل الخلافية لكن غاندي وأمثاله من الذين قالوا الأمة والمفكرين لم يقفوا أبدا عند هذه المسائل كانوا يأتون بالوعي هلأ نحن قلنا عن جمال الدين الأفغاني ماذا فعل؟ بيّن سوء الإنجليز بيّن مؤامراتهم بيّن ماذا يصنعون بنا بيّن كيف يصرقون قوت الشعوب بيّن كيف يقومون بالمؤامرات فحين الناس يعرفون أن المؤامرة تمشي بهذه الطريقة أن الإعلام يضللهم أن يتغلغ بيننا الجواسيس أن مشكلتنا نحن الآن في الخيانة ماذا يصبح الناس؟ يصبحون أكثر وعيا لهذه المؤامرات يتغيرون في سلوكهم كما يحدث الآن في مجتمعاتنا الآن ما يميز مجتمعنا السوري عن المجتمعات القديمة وعن الحر كله الآن يتكرر والتاريخ يعيد نفسه ما الذي تغير؟ تغير الوعي الشعوب أصبحت تعرف أصبحت تنتبه أصبحت لا تتقبل أن تكون ألعوبة في يد هذه الدولة وكلما حدث أمر نجد رأسا على أعقابه يبدأ التوضيح وما يجري من وراء الكواليس لكي تعرف الشعوب أن ما نراه غير ما يحدث في الخفاء وغير ما يدبرونه لنا ونحن لا ندري أتأمل أن نصبح أكثر وعيا أتأمل أن نتناقل الأفكار أتأمل أن نتقدم إلى الأمام إن شاء الله لأن الوعي هو الذي سيؤدي بنا إلى النصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم